نفس القرية مع بلوزداد واتحاد العاصمة لقاءها الأخير سيكون يوم الأحد بلوزداد لقاء شكلي شباب بلوزداد أسباب الفشل الآن ببرودة هل يمكن الحديث عن أسباب فشل شباب بلوزداد في التأهل للدور القادم من دور المجموعات قبل أن نذهب إلى معاد نمرودي الذي كان حاضرا في تنزانيا وربما يعطينا أمور لم نشاهدها ما الذي حدث في هذه المواجهة ما الذي جعل الشباب يخرج مبكرا في دور الأبطال وهذا الإقصاء المدل أمام يونج أفريكنس عادي سامير العماري نبدأ بك خاصة أننا شاهدنا أمور غير طبيعية بعد لقاء مقبول جدا أمام الأهل المصر لا تقدرش تكون عادي أنا نتكلم على فريق تاريخي يسمو شباب بلوزداد فريق اللي لعب فيه الأرماص كلام أنا نقدرش تقول أنا جبنس كليجوار والمام للديريجان دعسي أربي حسو رحوم تبهديلا سيسا يسو سان سنتي ستنمو يميلي حسو رحوم تبهدي بشكل صحيح والآن يجواري للسطاف تكني يتحملوا المسؤولية 100% لأنك تذهب في ماتش كمسا على بلق باللي على بلق باللي أماتش نول مام إن دفات 1-0 تبقي على الحدود 2-0 تبقي على الحدود 2-0 تبقي على الحدود معرفة تتعامل في المقابلة شفنا يعني دي بولوار تاكتك موسي إن كتاستروف إن فايت أن تتعامل يروح سيفريك يونس أفريكان ستونبون يكيب لعبوا كورة جميلة لكن باكتا كان علي يحط 1-0 تاكتك باش يجيب مقابلة تبقي على النتيجة تبقي على الحدود سيسا مع الحدود تاكتك شباب الأزداد إلي جوار تاني ما أنا شبان كي سنباسي أكوته يتحملوا مسؤولية كبيرة أنا جسيك لاديركسون مدت تولي موايا إلي يا أكين إكسكوز فور الإلميناسون هادي يفو أجوردو يفو تيري يفو تيري اللي لصن باش سيربي تقاوم في كأس في كأس إفريقيا لازم التغييرات تغييرات في الفريق صورتوف في الفيكتيف باشكو لا سيباب كان الفيكتيف كامسالي تقدر تتعاويد تولي للإفريقيا والماش تاع يونجس أفريكن برعا باللي شباب الأزداد راهوا بعيد في التعداد راهوا بعيد باش يدي رغم أنه الانتدابات كانت في بداية الموسم لعبين دوليين دوليين ولكن نعرف سلوتيران باللي النواء الجودة مازال ما لحقتش باش تدي كأس إفريقيا كيف تعلق على البيان ولكن ولكن أردوان هنا نفتح قوس باللي باللي بلاك الموين فنانسي ينفل للمرشي يعني أنت تبرر ما حدث أنا حبيت نقول وكيف بداية الموسم لما تم جم بالجلب مزيان بنغيت زروقي قد يورا درفلو جميع كان يقوم نحن ناناليزي وشفنا الفرق الجزائرية مازالها بعيد على المستوى تعرب على النهاية تعكس في جبال دولار لقدي ما زال باش شوف كين فرق في الجودة على اللعبين الآن يفتير للصور عندك أصبحت يونك أفريكاس عندها الجودة أحسن بلوزداد بلوزداد كيف أشربحوك ربع عمانة وانت كيف أشربحت وانت كيف أشربحوك مربحوك هم يطوي لماذا؟ أنا أعتقد بأننا نكبروش في الفريق تعيونك أفريكاس عندهم جودة وشفت اللعب تحب 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 كين فرق في إفريقيا الهلي شباب الوزداد مع تعادل دهاب وإياب الحساب تحب وانت تلحق الهلي وشباب الوزداد اللي ديجا اندور صاف عندك ديروتو حواج لي في مصر واندور زيرو زيرو مع الأهلي المصري هنا في ملعب خمسة جويلية ونشوف الكلاس وعطيني الطابلوتع سياربي الفريق لو فاس أو تعادل في هذه المواجهة ما رايش نتكلموا هذا الكلام الأهلي المصري عنده تسع نيقات بالوزداد سينك بوان ويونغ أفريكاس وي بوان تصور لوكان مشي الهزيمة لتعرب على صفر الأمور مكان لوكان أنا أخسر ناربع سفر وعناش خلنا سفر بسكة تعداد تشباب لوزداد لا يرتقي إلى المستوى بتاع ربع النهاية تأكس إفريقي في الدير المدرب لا يتحمل المسؤولية بانسير أنا بديتك بها بأخذ لك بالليل إلى مياه تاكتيك إلى نفرج هل كنتم تنتظرون موعد المرود انت لي كنت متواجد بعين المكان صراحة هل كنتم كان الجميع ينتظر هذه الكارتة بصراحة والله بصراحة رضوان شخصيا كنت انتظر على الأقل تعادل لأنه آخر حصة تدريبية للفريق كيف كان حتى اللعبين حتى نقوله حتى اللعبين كل الظروف كانت مهيئة من أجل مباركة طائرة خاصة كل لعبين والفريق ككل كان في وضع مريح ومريح جدا حتى قلت لك لما تشوف الحديث مع البعض ومع اللعبين أنه شفت هناك شحنة في التدريبات قلت ممكن تكون إصابات مثلا في وسط اللعبين ولكن قال لك اختيار باكيتا على حساب حديث تحهم اختيار باكيتا يكون من خلال الأفضل في الحصص التدريبية وفي الميران الأخير هو اللاعب الذي يكون كأساسي في المباراة ولما تشوف الأداء في المباراة الطبيقية التي كانت في أقل من ساعة في نفس توقيت المباراة وبعدها الأداء في يوم المباراة مختلف تماما حسب رأيك لماذا؟ أنا شخصيا لم أفهمتش المردود بعد اللقاء جيت في الطائرة مع اللعبين وش حكيوا لك هل أسكع عندهم أنا والله هل لم ألقيتش لم ألقيتش لم ألقيتش أني تفسير تحدثت مع المدرب الحديث بصيفة عامة حتى لم أقول لك شخصيا مع فلان ومع فلان وش وش نقول لك الإجابات ولا واحد قدر يفسر وش حدث للعبين فقردية الميدان لأنه كان أفضل بكثير من شباب بالوزداد أنا أعتقد أنه تعامل شباب بالوزداد مع المباراة والطاقم الفني مع اللعبين مع المباراة وكيف تسيرها لأنه يجب أنك تعرف أنه النتيجة هذه هدف فهمتها بخلال ردة فعل بعد اللعبين لأنه كانوا لم تقبلوا كيف شباب بالوزداد من الجانب التقني والجانب التاكتيكي فتح اللعب بتلك الطريقة وبتقيت لقى في الأهداف والطاقم الفني ما دارش إن رياكسيون ما دارش إن رياكسيون باش على الأقل على الأقل ما تكونش النتيجة تقيلة وعلى الأقل الشباب بالوزداد يعود بالنتيجة إيجابية لما انتحدت والنتيجة لتخليه ينهزم بالنتيجة أقل من الفوز بمدى تفسر أن المدرب لم يكن يعلم بعد نهاية المباراة وفي الندوة الصحفية لم يكن يعلم بأن الفريق أقسية رسمية هذه ما فهمتها جوزتها في الصدف لهذا أنا قلت لك أردوان كيف تعامل مع المباراة من البداية هذه تخليك لو كان نقول لك لو كان تسير والمباراة يقول نتلقى هدف مثلا أو نتلقى هدف معليش نبقي على الحدود نتلقى حدود تنقص بثلاثة برد عاما لكن لما تتلقى هذا هذا لدينا استفهام بعد الليقاء قال ما زال عندنا حدود في اللقاء الأخير وجوزتها في البطاقة الحمراء يوم الأحد وهذا شيء اللي أنا شخصيا ما تقبلتوش تماما علي بن شيخ هل يقول هل يقول هل يقول تصريح موجودة بالصوت والصورة قال ما زال عندنا حدود في اللقاء الأخير الأمور ليش بيدنا باللقاء الآخر نعترف لك علي بن شيخ نعترف لك بأنك ركبوا الموجة البعض نركب الموجة الحديث على شباب بالوزداد لا لا وملوا كيباني كيب ناصيونال ملوا ولقوا نا ماشي هكذا ونطق من الفني أخطاء هذو قايجو أبري نعترف لك بأنك أنت من البداية وبحضور حتى الرأي سرابحي قلت بأنه شباب بالوزداد وكان يزعفوا عليك من الصعب أنه يروح بعيد في رابطة الأبطال بالعناصر لما نسميه الأسماء المتواجدة وليتم استقدامها في بداية الموسم وحتى المدرب لم يقنعوك من البداية حرغم أنه البعض كان يقولك الداهية والفيلسوف والدكتور وكل شي اليوم أفرواء أشكو السبب فقط في الانتدابات أو في أمور أخرى صراحة أنا والله أغلب مدابية قلت لك شحال مخترا ومشاهدين سامير ومعاد قلت لك شحال مخترا مدابية تدير لزيميسيون تاعنا نديرهم بعد ما قاعد يديرهم قاعد الناس نبقى وغيره وحنا للاخرين ما درناش ويبدوا يسترنوا واختاش نديرهم مدابية كاش خطران ديرها نجوزوا قاعد الناس قاعد دير ما مش لي في القهوية دير وقاعد الناس دير ومن بعد نجوزوا مع الاخر مدابية صراحة دير لا عليش سبحان الله العظيم اسمع اسمع يا أرضوان احنا كنتكلمو احنا كنتكلمو ولو نعرفو شوية هنا كي قلت سيار بي ما تروحش بعيد ديجا الركريتمون كيتيفي سيتا ركريتمون دوكن بقول صراحة ومحبابنا ما يغيدو مش الحال سيتا ركريتمون شعباوي آه جابو فلان ومزيد في القهوة ومجابو فلان ما شاهدك هو الصح هل نيكي باش هو واحد ملعب واحد يضل في باري الاخر هو من نايا الاخر طال عملها الاخر لي لعب نيفو حابط ولو كين لعب لي كيب ناسيونال من نيفو ناع انا قبل مايرو حاد انسان لي كيب ناسيونال كنت نقول لكم واحد الوقت بلي هذا نعب ناقص ما نقولش اسمه كنت نقول لكم انتا يا سيردوان كنت نقول لك ناقص كان يلعب البطول الجزائري ناقص ناقص ناقصين كان يلعب ناقصين يفوروا كونات لعب تكون عندك مفرورة حراء الملو لانداطك ها جميع يلعب لازم يجي في بلادك يفورك تغير في بلادك باش تضي تشمبيون ليج ما كاش من ها ديامات باسك لياه ديجا تصعب لك وزي ما تربح بلادك هادي واحدة انا ام بارتي ام بارتي دي ريكم والو الرئيس قلت هالو قلت هالو بيناتنا دفواء وقصرناه وانشاء الله ينجح انا نتمنى لأخير تشري انسان ما شاء الله دي 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 مشكور ريسبونسابل 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 لانداطرينر بركاونا مام سيني متاعكم لانداطرينر انا اربيتر بحفلالي طرواز زيرو ما تنجمش تكاليف يالهي صاف يدير انتايا انتايا ضعيف واحدة لان معي مambي المياه الدين بين المتع Davis لانسان هنال انا نئ انا انتايا انا وانك يتوقف انkol انا هذه colour وليس لعبوه على الفنسيو وليس لعبوه على الفنسيو وليس لعبوه 15 مينوط وقيد الخراكي خلاص سماء 15 مينوط وقيد الخراكي وليس لعبوه ياتاكي والتماء تحركوا سياربي كتفرت كتفرت سيتيتروطا عشقتلك المدرب يتحمل ما خيرتنا الدفاعي ينغلقوا كما يدير مادريد الاتريتيكو سيميوني ما هجمنا لنرأيهم أموه يتجي بسكو كيتو غلق يتجيوك با انت لازم تعرف كيفاش تهاجم بسكو للمان يردو جوي ماشي نحط بارك انا كين خير نلعب للور صاب يديراني نجيبك فيك نقابر فيك نخليك نرقدك سييد دوميني بسكو بسكو نروح نسجل الهدف تاعي لازم نسجلك واحد ما نجمت ما لعبت باش نسجل ما لعبت باش ندافع كون يتحمل المسؤولية يا خويا المدرب والطاقم اللي معاه عليه ايه خلينا كين قول المدرب توجور معاه يا رتوان ماشي هو هو والخري لا لا كين قولوا لانترينور سيسانس او ماشي طفده هو المعلم صحيح هذي واحدة زيد نعطي الكوين هو قانا رسفونس نقول لي معاه يا صدي باش تفرح نتعرف باش نحن تحب تحب هذه ما معاه نزيده وكين قول الله لانترينور لانترينور وقف لاتوش شوفها هم بتضرب عكديورة خلينا هاديك من دخلوا سيئة سيئة كان ترميها منيك على حاجة جاسفة التليفيزيوك عدراني نعم يا سيئة من دخلش في هادية نايمة خليني مني يضرب ضربوا ما يضربوا سيئة 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 دوك وووش نقولوا عليها مشافوها قال عالم مشافوها نحلل لانا عليها ديما انا نضلك على الارياقسيون كنت تنكس ان دو بيت يا اخي تم ندخل لاتوش نتكلم مع الجماعتي ناخد ونرجع نغلق قاعد دنيا وندخل دي جوال بورفيرمي نغلق ستاع الصح باش ما ننكسيش تروازيامي كاتر يام ميوكين رياكسيون اخرين نقول له صابوا حاكمة اين دو باس طب الداخل اخي اخي سامير مقبل لانا ما نشتاكور في حاجة سامير قلت لعندهم دي جوار دوين مليون ديرو ولا حبوا عندهم جوار تحسين مليون ديرو سياربي ضربتك بثلاثة فلالي لو كان عارف المدر بيغلق بل اميليون ديرو تحهم يتيلي مينو مي هم عارفوا جيريو قاعدة في بلاستعنا ولي لاكن دياولنا وحنا لو انطرينو ما عارفش جيريو واضح